السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا قفالها صدق الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسانين إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله سأوريكم المكمل غدائي اسمه المانيزيوم غليسينات معروفة أن أحسن أنواع المانيزيوم هو مانيزيوم غليسينات لأنه تحافظ على الجسم لا من ناحية الجهاز العصبي ولا من ناحية العظام كذلك النوم تعطي النوم الجيد وتعطي الاسترخاء وتهتم بصحة الأسنان وكمكت لكم صحة العظام ولكن الماركة اللي غنوريكم هي ماركة يعني حاصلة على إسو إسو دو لغريكولتر بيولوجيك وحاصلة على شهدت سرتيفكة إسو 22000 كذلك هي أغرييه بلانسا مصرح بيها في بيئها في البعاء والفارماسي دي المغرب اللي هي إدغاء بريميوم أو لا سفيتا بريميوم فهنا عندهم نفس الأسماء اللي غنوريها لكم دابا كما تشوفو هي هادي سفيتا بريميوم أو لا إدغاء بريميوم نفس اللابوراتوار الجميل أنها دو جلل بار جور تتعطينا 600 ميلي جرام دي المانيزيوم جليسينات تنخذه حبة في الصباح وحبة في المساء من أجل الاسترخاء يعني ستخدم لنا على الجهاز العصبي وعلى الجهاز العظام والمفاصل فمهمة جدا من أجل صحة كاملة للشخص خاصة الأشخاص اللي تعانيوا من سترس وتعانيوا من الأيضام ديالهم يعني دابا ولا والأيضام بسفت الناس اللي لديهم مشاكل في الأيضام فهذا المانيزيوم هذا كما قلت لكم مهم جدا كذلك تنوجدو بأن هاد المانيزيوم جليسينات عنده دور جيد على صحة القلب وكذلك للألم ديال المفاصل والعظام اللي تحس بها الإنسان فش تكون عندوها شاشة أو لا تكون عندو احتكاك المفاصل أو لا مشاكل بشكل عام في المفاصل دياله والعظام دياله فنصحكم أنكم تعتمدوا لهذا المكمل الغذائي اللي غيساعدكم من أجل صحة وحياة ذات جودة عالية دون نسيان أن هاد المانيزيوم جليسينات الدور دياله الجيد على تعزيز صحة الجهاز الهدمي فتنلاحظوا بأن العديد من الناس تلقوا مشكل في الجهاز الهدمي ديالهم لذا فهذا المانيزيوم ندخلوه للجسم ديالنا فتقدر أنه يقوي العضالات خاصة يعني عضالات الجسم بأكمله وتنعرفوا بأن مع زيادة في الأمور تلقوا بأن العديد من العضالات خاصة العضالات التي توجد في البطن توقع لها ارتخاء مما يؤدي إلى تكتر تراكم الدهون في الطبقة البطنية لذا فهذا المانيزيوم جليسينات تقوي العضالات خاصة عضالات الجسم بأكمله خاصة تحتاجوا العضالات الجهاز الهدمي أنها تقوى باش متبقاش الفطن يعني منتفخة وتخلي الشكل ديال الجسم مشي هو هذاك فمعروف أن المانيزيوم جليسينات يمتص بسرعة من هذا عند إدخاله في جسمنا زيادة على هذا المكمل غداء الغدائي سفيتا بخيميوم يتوفر كذلك زيدين فيه على هذا المانيزيوم جليسينات التي تتمتص بشكل سريع زيدين لفيتامين بي سيس التي تزيدها هي تعطي منافع الصحة ديالنا وتزيد تعاونه أنه يمتص بشكل فعال فتلاحظوا بأن المانيزيوم جليسينات بصورة يعني واضحة هو أصلا سريع الامتصاص عادي لك أن نزدنا عليه لفيتامين بي سيس التي تعطينا تهيئ امتصاصات يعني فائقة لهذا المكمل الغدائي فمعروف أن هذا المانيزيوم جليسينات تتوفر على فيتامينات وأملاح ومعادن يعني مهمة كذلك ففي الصراحة المانيزيوم جليسينات تلقوها أنه تخدم على العقل أولاً على جودة النوم تانياً على الأسنان على العضلات على القلب يعني جمع كل شيء على الجهاز الهضمي فلما لا أن الإنسان أنه يعطي قيمة ودخله الجسم دياله باش يرتاح يعني تنقل الناس لمصبين، الناس اللي عندهم جهاز هضمي يمشيوا وهدك الناس اللي عندهم ألم في المفاصل والعيضام ديالهم يعني ماشية هديك الناس اللي ما تنسوش الناس اللي عندهم يعني مشاكل يعني بصفة عامة هذا المانيزيوم جليسينات جمع جمع الأشياء اللي غد يقدر أن يعالجها ويخلي عندك واحد الموت دفي يعني بواحد الكاليتي اللي هي أكسترا أورديناء كما أن الأشخاص النباتيين ممكن أن يأخذوا الماغنيزيوم جليسينات فهو يتناسب معهم لأنه يعمل على علاج عدة أشياء وخاصة مشاكل العدلات والتشنوجات والتقلصات اللي قدروا هاد الناس النباتيين أنهم يعني ما يكونوا الشي يأخذوا اللحوم يعني اللي غد تعطيهم لوميغا تخواف فهو تحافظ على هاد لكاليتي في العظام جميع أنواع هاد الناس اللي تختاروا وش يكونوا لحميين أو نباتيين فالماغنيزيوم جليسينات علاش مهم جدا جدا خاصة في هذه المسألة أنه يساعد على علاج مشاكل العضلات والتشنوجات والتقلصات فهو يعمل على هذا الدعم صحة العظام كذلك يعمل كمكمل غذائي على تحسين صحة الأعصاب أيضا تنوجده يساعد على تعزيز صحة القلب وصحة الأوعية الدموية أيضا علاش تنشكروه وتنبغي الناس أنهم يأخذوه لأنه يقلل فرص الإصابة بحالة تصلب الشرايين يعني بسفل الناس اللي لقينهم عندهم مشاكل ديال الدم فهو مناسب له أيضا ينظم ضغط الدم ويساعد على التحكم في معدلات الكوليستغول في الدم فهذا هو الشيء اللي تخليني أنني نشكر المغنيسيوم غليسينات على الأشياء اللي تعطيها الجسم ديال الإنسان كذلك هو يعمل على توازن هاد الكوليستغول الضار اللي تيجي الجسم وتخلي الإنسان في حالة غير جيدة فنوصكم مغنيسيوم غليسينات هو أحسن مغنيسيوم ممكن أنكم تختاروه في السوق لأنه في هذا المنافع كلها وللتكرار فالمغنيسيوم غليسينات يعد عامل مساعد لعدد كبير من التفاؤلات الأنزيمية في الجسم أيضا يساعد على دعم صحة الأسنان وما أحواج الناس يعني بزفد نزدبا ولو تلقوا واحد الألم ما بين الأسنان واللتا وفي الأسنان ما تعرفش من الجهة هذا الألم هذا فالمغنيسيوم غليسيوم غليساعد على إزالة هذا الألم من عند هذه الأشخاص اللي تعانون من هذه المشكلة في حال هذا كذلك الجميل أنه يحسن من عمل الجهاز العظمي لتهوى مرض يعني مشكل فهذا العصر ديالنا اللي بثاف اللي تلاحظوا بأن الأمعاء ديالهم ماشية هديك ومعروف أن مكان ديال الأمعاء هو مكان الامتصاص ديال الفيتامينات والمعادن اللي خاصنا نعطيه له واحد الاهتمام كبير أيضا تلاحظوا بأن المغنيسيوم غليسينات من هذا المعادن المعادن التي تساعد على تحسين كفاءة عملية تحويل طعام إلى طاقة داخل الجسم ديالنا فخاصنا باش نقبطو طاقة جيدة ونستمتعوا بحياة جيدة هذا الطاقة جيدة خاص يكون يعني هذا المعادن هذا اللي غاي ساعدنا باش نفرزوا هالطاقة هدي في الجسم ديالنا وتنفعنا أيضا الشيء اللي ولينا سنلاحظوه بسه في هذا في المجتمع ديالنا هو كيف نحافظ على الجسم من التقليل من أعراض الاكتئاب والقلق فالمغنيسيوم غليسينات يساعد ويعمل على التقليل من الاكتئاب والقلق اللي ولينا سنشوفوه بشكل كبير في الوسط ديالنا فغروفرما وجدت هاد المكمل غدائي اللي تتوفر على عشرين على اللي تتوفر على ربعين كابسولة كل كابسولة تتوفر على تلتمية ميلي جرام ديال المانيسيوم غليسينات وطريقة الاستعمال هي دو جيلول بارجور جوج ديال الكابسولات في اليوم وحده في الصباح وحده في المساء إذن الجسم ديالنا يستفد من ستمية ميلي جرام يعني اون دوز اللي هي عالية اللي نصحكم انكم تختاروا هاد المركة سفيتا بخيميوم ديال غروفرما لماذا؟ لانها غدلت بليكم جميع هاد الفوائد في الجسم ديالكم اللي الأغلبية ديالنا محتاجها يجب عدم وضع الجليسينات منيسيوم في متناول الأطفال أول شيء، ويوضع هاد المكمل الغذائي في مكان بارد وجاف ضروري وبالنسبة للناس اللي عندهم حالات مرضية مؤينة يستحب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا المكمل الغذائي وزفقوا الاخير